من جد تحياتنا لألكون أصدقائنا المشاهدين أهلا وسهلا فيكم المحطة هلأ مع دكتور نيدال صادق معالجي نفسي نحن ونيدال اليوم بدنا نحكي عن التحضير للطلاق هل الطلاق لازم يكون عنده تحضير معين لنوصل إلى خواتيم إيجابية مع أنه في كتير بيقولوا الطلاق غير إيجابي كل هالنقاط رح نعرفها سواء مباشرة من نيدال صباح الخير صباح النور كيفك؟ مبروك نيدال مبروك لكل لبنان أكيد التحضير للطلاق هل الطلاق بده تحضير؟ قلت بالمؤدمة أنه الطلاق هو فيه ناس بيفكر أنه شيء إيجابي نحن بالنسبة لقلنا الطلاق هو أبدا منه إيجابي هو شيء يعني عند الولاد وهو يصنف يعني مثل صدمة الموت قدي صدمة الموت بتكون قاسية على الولاد طلاق هيك بيكون يعني بأخف يعني هو تاني صدمة بيتعرض للولاد بحياته من هيك هيدا الشيء بالنسبة لقلنا كتير مهم فمن هيك كتير مهم نفكر فيه كتير قبل ما ناخد هالقرار قبل ما نتسرع ونقول بدنا نطلق نفكر إذا ممكن نرمم هالعلاقة إذا ممكن الإشياء تتزبط وإذا لا ومستحيل أنه هالعلاقة تكفي كيف نحضر نحن كأهل وكمجتمع وكعائلة كيف نتحضر للطلاق هلأ فيه شغل نضال أنت وعن بتقولي أنه إيه برات الهواء عم نحكي أنه إيه قلت لي إيه لازم يكون فيه تحضير خطوات معينة من خدا لنوصل للطلاق ولكن حتى لو كيف فيه مشاكل وقيمة لقيمة وخربان الدني فينا نعمل يعني تحضيرات للطلاق شوفي هو يعني فيه عدة أنواع من الطلاق فيه ناس بتطلق وبتضل عيش يسوى بنفس البيت فيه ناس بتطلق وبيضلوا أصحاب مع بعضهم فيه ناس بتطلق مثل ما أنت عم توصفي أنه هالأد بيكون فيه حدية بالتعاطي يمكن يكون فيه عنف لفزي عنف جسدي بيكون بيحتقروا بعضهم ما بيعرفوا يحترموا بعضهم عم يخربوا أكتر هيدا الشي فمن هيك كتير مهم بس نحنا وقتا بدنا نطلق نعرف حالنا لوين رايحين إذا يعني أخدنا قرار بالطلاق وكانت هالسيدة ما عندها شي محضر ما عندها بيت تروح عليه ما عندها مردود مالي تروح عليه تعيش منه ما عندها تقدر تسيسر ولادة إن كان بالمدارس أو كيف بدها تطعميهم أو كيف بدها تلبسهم هل كلهم مهمين تفكر فيهم قبل ما هي تاخد القرار بالطلاق من هيك فيه أشياء تحضرية إذا كانت هالقد الأشياء فيها حدية وهالقد شايفين أنه نحنا ما بقى نطايق بهيدا البيت فينا نقعد كل واحد محل قبل ما نبلش بالطلاق ونبلش نحضر لأنه من هي نحنا وقتا ناخد هيدا القرار بدنا نتحمل مسؤوليته ومنشوف اليوم بالمحاكم قدي بيتعذبه وقدي بياخده وقت وبالنهاية الولد هو عم يدفع تمن هيدا الشي أنه منشوف أولاد بيقطع سنة ما بيروحوا على المدرسة لأن بعد ما اتفقوا مين يدفع قصة المدرسة وهي منها قدرة تدفع القصة منشوف أنه هالولاد هن ما عم بيلعبوا مع أصحابهم ما عندهم حيات اجتماعية هل كلهم عم يخسرون لأنه فاكتور المادي هو فاكتور كتير مهم بالطلاق خاصة إذا الزوجة لا تعمل وكل شيء الاتكال المادي على الزوج هون بيصير هو بده يقصصها وبده يعيشها هيدا الزل طيب فسر لأول شيء أنه أنت بلايه شو أنت بلايه قد رح تتعذبه مع أنه بنذكر الشخص أنه أنت معه كمان قد تعذبت وقدي معه كان عم ينقصها إشياء صحيح كان مأمن لأكل والشرب وبده كان نعلم لولاد بس في كتير إشياء كانت ناقصتنا من هيك كتير مهم بهيد الحالة أنه فيها تتوجه على عباية الأهل أو أهله أو أهله أو هو يظهر من البيت كانت تترتبت الأمور بس الظهرة السريعة هي عندها سلبيات كتير بتجي على الزوجة وعلى الولاد بشكل مباشر طيب إذا بدنا نقول لنضال هالشخصين قعدوا سوا وقالوا نحنا بدنا نبلش نحضر لهالانفصال كيف بيتمقى التحذير؟ هل أنه مثلا بيحطوا نقاط بيمشوا عبرها؟ هل مثلا بيتفقوا؟ كيف بدأت تكون الطريقة خاصة أمام الأهل وأمام الولاد وأمام المجتمع؟ لأنه المشكلة الواحد بيكون محكوم مثل ما بيقولوا مراقب من كل الجهات كيف بيتمها التحذيرات بين الكوبل؟ هلأ الأهم أنه كل واحد بده يعرف إذا كان dependent من الثاني أنه هيدا الشي بده يبطل وخاصة إن كان رجل ولا أمرأة لأنه هلأ ما رأتنا بفترة كان في كتير رجال هي متكلة على سيدات من شين للمعيشة فمن هيك بدنا نقعد أول شي مع ذاتنا نفكر أنه أنا إذا طلقت كيف بدأي عيش بس هون بدأيقول يعني هيدا ما بده يكون كمان حاجز إذا أنا كنت مقرر بدي طلق من هيك يعني أنا ما بدي أبقى هون بس تأكل واشرب أنا بدي أبقى هون تكون نفع العيلتي إذا شفت أنه هيدا ما حد فيه منفعة وشيف أنا أنه هيدا الوجود تحت سقف واحد عم يأذي بيتي وعم يأذي عيلتي فأنا لازم فكر بطريقة تانية أول شي لازم فكر كيف بده يكون عندي مدخول مادة يعني بدي بلش فتش على شغل بدي بلش وملئة مبررات أنا أولادي صغار ما فيه أشتغل فيه كثير نساء عند أولادي صغار وهي فيها تشتغل ما فيه يقول أنا مني معلمة فيه أتعلم مهنة صغيرة فيه أتعلم مهنة ممكن أشتغلها من البيت فيه يشوف أنا شو المواهب العنديها وكيف فيه يستفيد منها فيه يشوف شو الإشياء اللي كنت دفنتها ما فيه حدا غير ما عنده أشياء فيه يستفيد منها أو أشياء يدوية أو أشياء يعني فيه صنع أشياء صغيرة وهو يستفيد منها فالمدخول للمادة هو كثير أساسي وكثير مهم أنا بلش أشتغل على حالي يكون عندي هيدا الاستقلالية وهون سحر بدي أقلك شغلي في كثير محلات هيدا الاستقلالية هي كانت عم بتكون سبب من الطلاق لأنه الشخص بيشوف أنه قدامه غير ناتج قدامه هو قاعد بالتكل عليه مش منتج وأنا عم بعمل كل شيء مثلا يعني ما عم بيشوفه أنه هو محمس بهذه الحلقة أو عم يعطيها مثل ما الثاني عم يعطي أنه الثاني بيحب يشوف أنه نحنا كاكوبل قديش نحنا متضامنين وقدم نشتغل سوا وما فيه فرق بين بينتنا اتنين مش عمقول يعني إذا واحد بيطلع عشر تليف دولار لازم الثاني هلقد يطلع بسوقتها بيشوف الثاني أنه عنده عم يبرز سقافته ما عنده هيد البرودة عم يبرز قديه هو عنده حيوية عم بيفرجيه أنه قديه هو شاطر مش أنه إجعى هيدا البيت محي حاله وصار غير موجود بس هو موجود طي يطبخ أو طيرب الولاد هو الأشياء مهمة بس الأهم أنه كل حدا يحافظ على هويته كل حدا يحافظ على استقلاليته هيك بتحس الديناميك بالبيت بيصيروا مرتحين فيه أكتر يعني هو ما بيكون عنده هيدا القلق إذا أنا صار لي شيء ما في حدا موجود فمن هيدا الأشياء المهمة أنه الشخص يبلش يحضر ذاته أنه يكون عنده هيدا الاستقلالية يفكر وين بده يروح لأنه نروح ع بيت الأهل هيدا شيء مضر مضر للزوج أو للزوج ولا مضر للولاد يعني وخاصة إذا كانت الحضانة رح بتكون مع الأهم إذا هي مصرة أنه تاخد الولاد فهون بمحل من المحلات أساسي أنه تتذكر هيدا شيء مضر للولاد الولاد كتير بحاجة يكون عندهم بيتهم لقلهم يعني ما بكفة رح بنشيلهم من بيتهم الأساسي من البيت اللي خلقوا فيه من بيت هيدا تاخدهم وألعابهم وأصحابهم والحي تبعهم كانوا معاودين يجي الباص ياخدهم من هون ينزلوا يلعبوا معاود هيدا الحي يعني عم نغير لهم كل الروتين اللي كانوا عايشين فيه عم ناخدهم ع محل تاني في تيته وفي جده وفي عمته أو خالته أو ما بعرف مين هالناس اللي هني موجودين بالبيت ورح بغيرولهم كل نظامهم يعني هني قريدي خسرانين كتير ورح بعيشوا خسارة تانية لأنه بهيدا البيت عندهم غير قوينين عندهم كذا حدا بيدخل بتربيتهم كذا حدا بده يدخل هني كيف يعيشوا وغير الكلمات اللي بدنا نسمعها انت بتشبه بيك انت مثل عمك انت مثل هيك ليك هالوليد كيف طلعه مش معقول يعني عن جد هيك ضربتي على الوتر الحساس قدي صعب الولد يسمع انت هيك لكرامته والحلو بيقلوها الاهل انه او الاقارب انه عادي انه هيه حرام طلعه ما بيفع متل بيه انه كيف يعني كيف عم بتقولي لولد هيك او انت ما بتعفتعمه شي ما طلعه متل امه كيف يعني يعني بتحطميه للولد انت وقاعده ما فيه يعني وخاصة انه الولد هو مثاله امه وبيه وهو ضايع بهذه المرحلة يعني بحالة الطلاق هو ضايع ونحن كاهل كمانا في غلطة كبيرة كتير بنعملها وقتا بنحط الولد شهود انه ما كان منيح معنا ما كان يجيب اكل كان يضربنا وبيجيبوا الاهل الولد يشاهدون فهون الولاد ما ننسى انه عم يشوهلهم صورة حدا هو يجيبهم عهيد الحياة يعني نحن مننسى انه الولد اللي بيجي هو نص بنص ما الام جيبته هو كله ولا البي يجيبه هو كله فهيدا كان الام او ان كان البي لهن حق بالتربية وإلهن حق انه نحن نحترن بصورتهم يعني قد ما تكونوا انتو مش طيقين بعض ولا زعلنين ببعض ولا عندكم عتب عبعض ولا حبين تشوهوا بعض تذكروا انه عم بتشوهوا نص هيدا الولد فمن هيك كتير مهم نحن دايما ننتبه انه هيدا الولد بدنا نعود له والتعويض بده افار كبير بده افار على الخسارة بده افار على حقه بده افار للمستقبل طبعه طيب هو بس هيدا النقطة الاساسية او تعتبرون الاساسيات نضال بالتحذير للطلاق اول شيء لنا الاساسية هو الولاد وين بدون يقعدوا لما يتخير عليهم الجو ككل شو بعد نقاط اخرى كمان لازم نخدر هي اكيد الشخص يعني هو الشخص بحد ذاته يعني انت عم بتأمن للعائلة وبذات الوقت بديك تأمن لقلك يعني ومنسمع كتير مطلقات وهيدا الشيء وقتها ترجع ع بيت اهله بيبلشوا يقولولا انه ما فيها تروح تصهر او ما فيها تلبس هيك او ما فيها تظهر مع اصحابه او انه بترجع كأنه مراهقة عمره تحت الـ 18 وهن عندهم سروطه وكيود وبيبلشوا هن مسئولين عن حياته هون بدنا نفهم انه من هيك كتير مسئولية انه انا بهيدا التحضير وين بدي روح بهيدا التحضير انا كيف بدي عيش ان كان على الصعيد المادي او البيت وين بدي يكون عيشي وانا بدي بلش حضر لاستقلاليتي انا بدي بلش ارجع ابني حالي لازم يكون فيه متابعة نفسي برأيك نضال لما بدوا يصير فيها سيپاراشون يعني بدوا يكون يمكن اول شي لالولاد ليتابعهم كي بدوا يتقبلوا الفكرة كيف عم بيفكروا فيها شو شايفين وكمانا للأهل هل لازم يكون فيه متابعة نفسي لانه شغلي منهيني واللي بيفتكر انه الطلاق شغلي كتير هيني لا منهيني ابدا شوفي انا بحب يكون فيه متابعة نفسية قبل الطلاق تنجرب نشوف اذا ممكن يمشي الحال انه اذا ممكن نخفف الاسباب اللي هي عم تدفعهم للطلاق ونشوف عن جد شو الاشياء اللي هني بحاجة لالا تتضوى عليهم الصورة ايام بعز المشاكل ما بيكون عنا شاص انه نشوف الاشياء فمن هيك اذا توجهوا لمعالجين نفسيين يساعدوهم انه يخففوا من مشاكلهم او يشوفوا يساعدوهم كيف يحلوا مشاكلهم لانه نحن اذا طلقنا اليوم مش بالمستقبل معناته اذا عملنا علاقة وما صلحنا الاشياء انه نحن تكنت نجع علاقتنا من هيك كتير مهم انه العلاج النفسي يكون ما قبل وقبل اتخاذ القرار لان فيه كتير محلات ممكن نشيل هيدا الموضوع عجنب وممكن نخلي الكوبل يرجع يبدأ استراتيجية تانية وممكن يرجع يشوف الاشياء احسن ويفكر فيها بطريقة تانية ويقدر يحافظ على هيدا العيلي نعم مين المتضرر اكتر الاهل او الولاد بعملية الطلاق شوفي هي كل الاشخاص متضررين بهذا العملية كله متضرر كله متضرر بس على الولاد الامباكت اصعب لانه هن عندهم يعني قلية الدفاعية اقل يعني هن بيضيعوا بهيدا السيستام لانه بيشوفوا اللي هن متكلين عليه اللي هن يعني حميلوا انضهروا هيدا انكسر الولد بيستقوي بامه وبيه وبالنسبة لقاله هن المقويينه هن اللي بيتكل عليهم هن اللي بيدفعوه بالحياة فهيدا الشي انكسر فهو انكسر وهيدا الولد بيبلش يفتش عقوة جديدة يكتسبها من هيك بنشوف في كتير ولاد بيتعلقوا بعمهم بيتعلقوا بخالهم بيتعلقوا بناس تانين غير امون وبيهم لو كنوا عايشين مع الام او مع البي بس بالنسبة لقلهم خزلون لانه ما قدروا حافظوا عهيد العلاقة اللي هي بتقويهم فبيروحوا بيلتجوا لقشية تانية تقويهم من هيك بنشوف بمحلات معينة بس تكبروا شوي انه منشوفوا وليد بتوجهوا للالالكول او الشذوذ الجنسي كمان صح لانه بالنسبة لقلهم هيدا كان مثالي بحياتهم لهني كان بالنسبة لقلهم شيء اتكالي فهيدا الشيء نكسر نيدال لكل يلي قدمين على هالخطوة يلي بليز ما حدا يفهمنا غلط لانه وقت منحي يقولون اوه عم بتشجعوا الطلاق نحنا ما مشجع شيء بس احنا عم نقول الادمين على هيدا الخطوة اللي هي على قدر من الاهمية اللي هي رح تأثر على كل مجريات حياتهم بعدين شو بتنصحيون قبل ما يقوموا بها الخطوة انه اذا عندن 1% انه يتصلح هيدا الشيء يتصلح احسن ما نكون متسرعين يعني ما نفكر انه هيدا الحل الاسهل وما نبرر لحالنا انه طيب ما الكل عم بيطلق انه لو الكل عم بيطلق مش معناته هيدا موضة او هيدا شيء نحنا لازم نتبهها فيه او نحنا لازم نركضه حوالي بالعكس نفتش على الاسباب ما نفكر انه العلاقة التانية هي الاحسن او هيدا العلاقة التانية انه ممكن يعني هي فيها تكون بعقلتنا انه مخلص بس مش بالضروري هي تكون المخلص ونشوف كتير ناس انه بيكونوا بعلاقة تانية بس ما بتنجح اذا رجعوا طلقوا فمن هيك اهمية الموضوع انه نحنا دايما نفتش على الاسباب دايما نفتش انه نحن نفكر انه فيه عائلة فيه ذكريات كتير حلوة فيه عمر قضيناه سوا برك فينا نخلصه ونرجع نبني اشياء جديدة بين بعض كل شيء بتفهم بصير ايه اكيد تكتنى دال صادق معالجي نفسية بدأ اشكر حضورك معنا مرسي نور فينا بحضورك وبمعلوماتك اهلا وسهلا فيك اصدقائنا نحن انتبعين معكم مباشرة على الهوام نروح لناخد استراحة صغيرة ونواصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة